أعلنت اللجنة التنظيمية لمعرض البحرين الدولي الحاشر للحدائق أن المعرض المزمع افتتاحه في السادس والعشرين من فبراير الجاري وتحت رعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة ورئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سوف يشارك فيه أكثر من 130 عارضا إلى جانب 20 شركة من خارج المملكة وقلت المناسق العام للمعرض الشيخ مرام بن عيسى الخليفة أن معرض البحرين الدولي للحدائق واصل تطوره ونموه بشكل مضطرد منذ بدايته كما أن عدد الزائرين قد تضاعف عبر سنوات تنظيمه ونتوقع هذا العام زيادة ملحوظة في عدد زوار تمخض عن نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين بدورتها الثامنة والعشرين فوز كتلت معكم بنصيب الأسد من مقاعد مجلس الإدارة الجديد في التجارة حيث حصدت ثلاثة عشر مقعدا من أصل مجمل مقاعد مجلس الإدارة البالغة ثمانية عشر فيما نلت كتلة تضامن ثلاثة مقاعد لكل من خالد الزياني وعادل العالي وشيخ هند الخليفة في حين فازت عضو كتلة تمكين الاقتصاد أحلام جناحي بمقعد أما أفنان الزياني فكانت المترشح المستقلة الوحيدة الفائزة بالسباق الانتخابي في الغرفة وقد كان رئيس كتلة معكم غالد المؤيد قد نال أعلى نسبة أصوات بحصوله على أكثر من ثلاثة ألاف ومائة صوت تلاه نبيل كانو بعدد أصوات فاقة الفين وثمانمائة صوت وجاء في المركز الثلاث من حيث عدد الأصوات عبد الحميد الكوهجي لعدد يفوق أيضا الفين وثمانمائة صوت تحول ديمقراطي شهدته غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم أمس في الانتخابات التي أكد الناخبون على سلاستها وسط أجواء تنظيمية غلب عليها المرونة مما كان له الأثر الفاعل في نجاح العملية الانتخابية أنا أشوف هذه أحلى يوم من هالعشرين ثلاثين سنة اللي كنت أزور الانتخابات التنظيم جدا ممتاز الهدوء جدا محلو والناس يعني من يعني كلهم أشوف أن كلهم على قلب واحد وأنا ما قاعد أشوف فيه أي منافسة الكل صارين على قلب واحد وأنا أتوقع أن يكون هذه من أحسن الانتخابات القادمة عندنا وماشاء الله عندنا كوادر جدا ممتازة التنظيم جدا ممتاز من كل النواحي المواقف زين الدخول وخروج زين وعملية تصوير زين التفاعل والحضور والمشاركة في العملية الانتخابية دلائل برزت من قبل الناخبين لتحديد واختيار الأفضل الذي يمثلهم في الغرفة وسط أهداف مجتمعة هدفها الصالح العام وخدمة القطاع التجاري تنظيم جيد وراقي وأتمنى إن شاء الله كل وزارات البحرين تكون تنظيم اللي صاير اليوم وهذا شيء جيد تطوير بلدنا البحرين ونحن نحتز أن هناك تنظيم وأرجو من الله أن يكون دائما كل الوزارات تقتذي بهذا الشيء من تطوير من سلاسة الناخب وعلى الرغم من كون المشهد يتكرر كل أربعة أعوام إلا أن الرغبة في تقديم الأفضل والخروج بصورة توضح حجم النقلة التي حققها القطاع التجاري الخاص تبقى سمة أساسية لانتخابات الغرفة في كل دورة تقام ارتفع مؤشر البحرين العام خمسة نقاط فاصلة أربعة وسبعين عن محدة للأقفال السابق وذلك الارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الفنادق والسياحة وقد بلغت كمية الأسهمين متداولة لهذا اليوم تسعة عشر مليون وثلاثة عشر ألفا وخمسة مائة وثمانية وسبعين سهما بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين ومائة وسبعة ألاف وثلاثمائة وسبعة وستون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال مائة واثنتين وتسعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته السبعة وتسعون في المائة من القيمة الإجمالية للأسهم حازت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين لصنة ثالثة على التوالي على جائزة مرموقة ضمن خمسين مؤسسة أخرى لإنجازاتها المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك في حفل توزيع جوائز ومنتدى CIO50 لعام 2014 الذي أقيم مؤخرا في دبي وقد حصل طيران الخليج على هذه الجائزة لطرحها عددا من المبادرات التقنية والمتقدمة والتي أسهمت في تطوير سير أعمال نقلة والذي بدوره سهل من تنفيذ عمليتها ومكنها من النمو وتطوير علاقاتها مع عملائها وقد استقطب الحفل أكثر من 200 خبير تقني والمدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتكريم المؤسسات التي حققت إنجازة هامة في مجال تقنية المعلومات المعلومات ترجمة نانسي قنقر